البحث العلمي العربي يعني مثلما كل من يعرف الدول العالم العربي من أقل الدول في العالم ينفق فيها على البحث وبالتالي هذا أهم شباب ما فيه إنفاق على البحث لأنه ما منهتم بالبحث العلمي وفي الغرب أغلب قراراتهم مبنية على البحث العلمية فإحنا للأسف قراراتنا مش مبنية على بحث العلمي قراراتنا مبنية على أراء وفردية لذلك أمن في البحث العلمي طب دكتور مان مبارح تم افتتاح المنصة الرقمية لتطوير ريادة الأعمال المحدودة ويعني هذه المنصة هي راح تقدم خدمات للشباب العربي أو لرواد الأعمال العرب تعطينا فكرة سريعة حضرتك عن المنصة شو الخدمات اللي بتقدمها وليش خطر لك إنه إنشاء هذه المنصة اللي أنا هو ما فهمته من متابعاتي إنه إلك سنين عم تحاول إنه تأطلق لي هذه المنصة صحيح انتروفايبل هي منصة رقمية لتطوير ريادة الأعمال الهدف من وراها هو تمكين رواد الأعمال الشباب والشباب لما نحكي شبابا بنحكي عن أي واحد روحه شابه فبالتالي كان طالب جامعة أو خريج أو عاطل عن العمل أو موظف أو حتى متقاعد نعتبره إذا كان عنده فكرة وحب أنه يطورها ويحولها إلى مشروع تجاري فهو بالنسبة إنما عندنا أي مشكلة الهدف من وراها هو تمكين هذول الشباب من خلال معارف حديثة فضلت وحكيتي قبل شوي عن قديش مهم الآن موضوع التكنولوجيا والتطور التكنولوجي والثورة التكنولوجية والثورة الرقمية اليوم العالم بموضوع الرقمية ما شارت يعني حجم البيانات اللي تم إنتاجها خلال آخر شنتين تعادل تقريباً تسعين بالمية من كل البيانات اللي تم إنتاجها منذ بدء الكرة الأرضية صحيح أو بدء الكرة الأرض لذلك اليوم نتكلم إحنا عن الرياضة الرقمية ما يكونوا محدودين بأي جغرافيا ما يأثر عليهم مشاكل اللي قاعدة بصير معانا في العالم العربي من المحيط الملتهب والتصوص اللي نسمعنا دائماً لا إحنا أولا نقول لا افتح على العالم اشتغل مع العالم فكر بفكرة عالمية حتى لو فكرة إقليمية ما في مشكلة المهم أنك تروح رقمي فهذا هو هدف المنصة يعني هدف المنصة هو الرياضة الرقمية للمخترعين الشباب أو مثل ما وصفتهم حضرتك اللي عندهم نروح شباب كمان حبيت يعني هذا التوصيف ما خلينا دائماً نوجه مشارينا للشباب في الأكبر أصلاً يمكن ما إجتهم فرصة بس السؤال الذي يطرح نفسه أنه هل يعني إحنا عنا بحث علمي وعنا تطوير مناهج تعليمية إذا بدك يعني هذا من اللي بنحتاجه بالإضافة لأنه بدنا رؤوس أموال أو مستثمرين تدعم هذا البحث العلمي هل برأيك يعني الواقع العربي البنى التحتية العربية كل شي موجود بالدول العربية هو يساعد على هذا النمط من مشاريع ريادة الأعمال وريادة الأعمال الرقمية ودعمها 100% لا ما بيشاعد لذلك إحنا بدنا نخلق هذا المجتمع الرقمي مجتمع شباب عربي مندمج مع شباب عالمي انمكنوا من الحصول على معارف بالمجان وهذا مهم جداً اليوم لما تروحي على أغلب المؤسسات الموجودة في العالم اللي بتوفر تعليم رقمي أغلبها بفلوس باليوتيوب أغلبه بالإنجليزي فإحنا وفرنا المعارف الحديثة باللغة العربية ومجاناً وبالتالي بنساعد الشب على يعني إيجاد نماتج أعمال حديثة من ثم بدخل على المنصة المنصة حتى بدأت الآن بستطيع يسجل فيها أول ما يسجل فيها بيحصل على التعليم المجاني من خارجها في 2023 بيبدأ الدخول عليها بستطيع أنه يستخدم داخلها مستنا وهذا بنمكنه من أنه يطور ويبلور فكرة العمل اللي عنده ثم بنمكنه من تطوير خطة العمل باستخدام الذكاء الاصطناعي أيضاً والعديد من الأدوات وفي النهاية بنوفر له التمويل طبعاً مش إحنا نوفر التمويل إحنا بنربطه مع جهات تموله سواء كانت بنوك أو أو حتى وهذا هو هذا أهم شيء في المنصة أنه اليوم في مشكلة حقيقية بالنسبة للشباب العربي في الحصول على التمويل النظام المالي العربي مبني على أنه إذا معك فلوس بتاخذ فلوس إذا ما معاك ما بتاخذ إحنا بنحاول نقوله أنه لا إذا معاك فكرة ممكن تاخذ فلوس وأهم شيء تشتغل الفكرة واتطورها ونتيحها لأي واحد أو أي شخص مهتم أنه يستثمر في هذا المشروع وهيك بنكون إحنا عملنا الحلقة وأغلقناها هذه المنصة لكل العرب نحن كقناة محلية سورية حضرتك بتعرف كنا عم نحكي قبل ما تكون معنا حضرتك عن التعليم عن ضعف قطع التعليم تعرف قد فيه أعداد من مخيمات الداخل مخيمات أيضا في دول الجوار هل ستستهدف أيضا بشكل أو بآخر خلينا نقول هذه المنصة ما يوصف بالفئات لها الشيء لاجئين نساء يعني تعرف حضرتك بحاجة هذه الفئة لدعم سواء تعليمي حتى يوصلوا للرقمنة يعني هن بعيدين جدا عن موضوع الرقمنة طبعا مية في المية أنا يعني من هذا المنبر أدعو جميع الأخوة اللاجئين والفئات المهمشة التي تفضلت وتكلمت عنهم بالدخول إلى هذه المنصة لأنها مجانية وبالتالي بيكلفهم أي شيء أنهم يدخلوا عليها ويستفيدوا منها ويطوروا من أفكارهم ويمكن يكون هي منفذ بصراحة لعدد كبير منهم فيعني بالعكس أنا أشكرك على هاي اللفته وإحنا دائما اللاجئين بأذهاننا وبفكرنا وبضميرنا فمرحب فيهم من أي مكان من الدنيا وياريت الشاعدون في إيشال هذه الرشالة لهم أصلا يعني حمنا نتمنى جمهورنا اللي عم يتابعك يعني يفوت ويجرب ويحكي لنا تجربته حضرتك ذكرت أنه في تعليم بمنصة في تطوير لفكرة العمل أو الاختراع إذا موجود الخطة التمويل سواء كان بنوك أو أو حتى يعني بس يعني الفكرة أنه في بشكل أو بآخر وأنت متابع يعني سواء اللي بده الشخص اللي عنده الفكرة أو المستثمر في عدم ثقة بين بعضهم المستثمر بيقلك أنه يعني ما عندي ثقة بالأفكار من هدول الشباب العرب واللي عنده الفكرة بيقلك لا هذا بده ياخد فكرتي وبده يستثمر الحساب الخاص ويستغلني كيف حتعملوا هاي الموازنة هل حيكون في خطة لحتى كمان الوعي عند الطرفين يكون أعلى مية في المية مية في المية أشكرك على النقطة هاي أولا إحنا نفتقد ثقافة الأستثمر يعني بشكل عام وهي من النقاط اللي أنا بركز عليها وبركز عليها كثير في انتروفايبل أنه إحنا بنحاول نوصل للناس فكرة أنه إحنا تم تصميمنا وبرمجتنا منذ خلقنا على أن نكون مستهلكين فقط ومش مستثمرين وفهمونا بأنه المستثمر هو اللي معه فلوس هو الشخص العادي مستهلك وللأسف هذا التصنيف هو اللي قتل العالم وهو اللي خلانا دائما في دائرة محدودية الدخل لازم تعلمنا الاستثمار ولازم تعلمونا بأنه ممكن تستثمر ولو دولار واحد لكن معرفة الاستثمارين ما فيه لذلك داخل المنصة في مسار كامل مسار كامل للمستثمر يعني أنا وياكي بنقدر نفوت أي شخص معه دولار بيقدر نفوت على مسار المستثمر ولاقي أنه بتعلم عن الاستهلاك أولا وعن ترشيد الاستهلاك وعن ترشيد الادخار وبمكنه أنه يدخر من خلال الأدوات مهمة وأيضا بيعلمه استثمار وفي الأخير بيقوله تفضل هاي المشاريع اللي موجودة إذا بتحب تستثمر فيها استثمر ما بتحب أهلا وسهلا فهذا المسار كثير كثير مهم الناس بشكل عام في النهاية إذا صار فيه أنه حبي استثمر الأمور كلها بتتم من خلال شركات قانونية بطريقة منهجية والفلوس ما بتروح مباشرة لرائد الأعمال وإنما بتتحط في حساب حافظ أمين ولما يتم توثيق كل شيء بتم دفع الفلوس لرائد الأعمال مشانا يكمل فبالتالي فيه وفي إحنا عملنا شغلة كثير مهمة أنه حاولنا أنه نكسر هذا الجليد ما بين أنه استثمر وما بين رائد الأعمال لأنه هناك رواد أعمال عندهم أفكار رائعة في العالم العربي لكن لأنه ما حدش واثق فيهم ماتت هاي الأفكار وهناك ناس حابة تستثمر بس مش لاقي حدا تستثمر معهم يعني يمكن حتى يعني إحنا كتجربتنا كسوريين في مناطق الحصار شفنا إذا بدك اختراع وعادة اختراع لطاقات نظيفة حتى تقوية إشارة الإنترنت وحتى الطاقة الشمسية إذا بدك يعني أصنعوها بمواد محلية بسيطة ما بعرف إذا كمان مركزة على هذه النقاط يعني مثل ما قلت حضرتك شباب موجودين بقرنائية أحياناً ما بيوصل صوتهم وبضلوا بمكانهم التعليق اللي إجاء على الحلقة حالياً وعلى كلام حضرتك إنه منصة أنترافايابل شو ممكن تكون الفائدة غير تقديم الخدمة إذا تمت هذه المشاريع أو إذا إذا فينا نقول صار فيه مستثمرين وصار فيه مشاريع فعالة والعجلة دارت الفائدة يعني جاء ما حكيت لك هو مكان لأي شخص عنده فكرة أو حاب أنه يطور فكرة مكان مجتمع مكان آمن يستطيع أنه يدخل عليه ويطور أفكاره يتعلم ويعمل خطة عمل ويتواصل مع آخرين ويوصل هذه الفكرة للآخرين يعني هذا هو الخدمة المتاحة إذا الشخص كان عنده فكرة جديدة أو إذا كان شخص عنده مشروع قائم وحاب أنه يطوره أيضاً فيه إنه مصار خاص فيه إذا هذول الاثنين مش موجودين إذا أنت مستثمر أو أنت شخص آدي حاب أنك تستثمر مع الشباب أهلاً وسهلاً يعني إحنا عشان ما نظلنا دائماً كعالم عربي نسب على الحكومات ونسب على حالنا ونجلد حالنا ونقارن حالنا مع الدنيا بصورة سلبية إحنا وفرنا هذا المكان قلنا إذا فيه عندنا هم فهي الشباب موجودين وهي أفكارهم موجودين ولو كل واحد بـ 10 دولار 100 دولار 1000 دولار نقدر إننا نمكنهم يشتغلوا هذا اللي إحنا نقدر نعمله كبداية وهذا اللي إحنا نطمح له إنه إحنا نكون شباب عربي فاعل يغير شوية في محيطه يغير شوية في واقعه وفي مستقبله ما بنقدر نظل ولا يفترض أن ننظل نلوم الحكومات في حكومات مخطئة في حكومات قادرة في حكومات غير قادرة لكن العمل الاجتماعي العربي غير موجود هذا المشروع يعتبر من من الأعمال الاجتماعية بالأساس هو شروع تجاري لكنه اجتماعي له أهداف اجتماعية ويتفق معه أهداف إنمائية للأمم المتحدة لذلك إحنا إذا اتحدنا كمستهلكين بنغير إذا اتحدنا كرواد أعمال بنغير ما في داعي نطلب أن العالم العربي كله يتوحد لا خلنا توحد في عمل المشترك مع بعض ونعمل تغيير إذا كش علينا أو على أولادنا